لنتعلم بعض الأشياء عن النوابط الزمبركية لنفرض أن لدي نوابط أو زمبرك لنرسم الأرض لنعرف ماذا يحدث مع هذا النوابط الزمبركي إذن لنرى هذه الأرضية هذه الأرضية وهذا النوابط على طول الأرضية سأستخدم واحد سميك لأبين أنه نوابط زمبركي نفترض أن النابط يبدو هكذا حسناً هكذا هذا هو النابط المرسوم بشكل مدهش لنفرض عند نهايته أن نهايته مربوطة في الجدار هذا هو الجدار إذن هذا هو النابط عندما لا يوجد أي قوة مؤثرة عليه هذه الحالة الطبيعية للنابط ويمكن أن نسمي هذا حيث أنه في وضع الراحة بشكل طبيعي هذا طرف النابط ولنفرض عند وضع قوة مقدارها خمسة نيوتن على النابط سيبدو هكذا سأعيد رسم كل شيء إذن عند وضع قوة مقدارها خمسة نيوتن سأرسم الجدار باللون الارجواني حسناً هكذا أجمل عند وضع قوة مقدارها خمسة نيوتن النابط سيبدو هكذا سيبدو النابط هكذا إنه مضغوط أليس كذلك هذا الوضع مألوف لدينا نجلس كل يوم على السرير أو الكنبة إذن لنقول أنه مضغوط هنا إذن إذا كان هذا الوضع الطبيعي للراحة إذن هنا حيث النابط عند عدم وضع أي قوة لكن عند وضع الخمسة نيوتن في هذا الاتجال لنفرض أن هذه المسافة أن هذه المسافة هذه المسافة هنا هي عشر متر وسؤال التقليدي الذي ستراه وسنفسر كيف نعمل هذا النابط ينضغط أو يستطيل عند تطبيق قوة معينة عليه لمسافة معينة كم سينضغط عندما وضع نضع قوة إذن أسؤال كم سينضغط عند وضع قوة هي عشر نيوتن عليه حدثك يقول سوف نضغط أكثر من قبل وهو صحيح لكن هل هو طولي لكميات الضغط عليه؟ هل هو مربع عند ضغط عليه؟ بما هو متعلق أعتقد يمكن أن تخمن أنه عمليا يستحق التجربة أو يمكن أن تتابع مشاهدة الفيديو لنفرض أننا وضعنا قوة وهي عشر نيوتن كيف سيبدو زنبالك؟ حسنا سيبدو مضغوط أكثر من ذي قبل سأضع القوة وهي عشر نيوتن وإذا كان هذا المكان الطبيعي لوضع الارتخاء للنابض ما هي المسافة؟ حسنا تبين لنا تبين لنا حسنا يعني كلما كانت القوة أكبر كلما هو متناسب مع مقدار الضغط للنابض وأيضا هو يجدي نفعا فإذا وضعنا قوة مقدار خمسة نيوتن في هذا الاتجاه اليمين ستسير عشرة أمتار في هذا الاتجاه إذن يتماشى سواء كنت بإطالة النابط أم بضغطه ضمن تفاوت معقول كلنا لدينا هذه التجربة إذا ضغطت شيء بشكل كبير أو مددته بشكل كبير فهو لن يعود إلى حيث كان لكن ضمن تفاوت معقول وهو متناسب إذن ماذا يعني هذا؟ هذا يعني استعادة القوة من الزنبرك أو النابض الناقص ناقص رقم معين ضرب الإزاحة للنابض إذن ماذا يعني هذا؟ في هذا المثال هنا ما هي الإزاحة؟ للنابض حسناً إذا أخذنا إكس موجبة لليمين وإكس سالبة لليسار الإزاحة للنابض ماذا كانت؟ ماذا كانت؟ الإزاحة في هذا المثال إكس تساوي ناقص عشرة ليس كذلك لأننا سرنا عشرة لليسار وإن القوة الإصلاحية ستكون ستكون مساوية لناقص K مساوية لناقص K ضرب كم؟ ضرب كم؟ كم تغير أي هذا سيكون ضرب سالب عشرة إذن الناقص تلغى سوياً إذن هذا يساوي عشرة K ما هي القوة الإصلاحية في هذا المثال؟ يمكن القول هي خمسة نيوتن لأنها القوة الوحيدة المرسومة هنا وسيكون هذا وسيكون هذا صحيح بدرجة ما وعملياً بما أننا نقوم بموجب وسالب وهذه الخمسة نيوتن إلى اليسار إذن إلى الاتجاه السالب في الواقع لا يجب أن نسمي هذا ناقص خمسة إكس نيوتن يجب أن نسميها ناقص عشرة لأنه واضح من هذه المتجهات أصبح من المتعارف عليه أن لليسار تعني سالب ولليمين تعني موجب حسناً في هذا المثال نفترض أن K هي رقم موجب لغايتنا في هذا المثال القوة الإصلاحية أو قوة الإعادة هي رقم موجب إذن ما هي القوة الإصلاحية؟ هذه في الواقع القوة أو القوة المتصدية من النابط هذا ما تعطينا إياه الصيغة إذن إذا كان زنبارك ساكن عند وضع قوة خمسة نيوتن هذا يعني يجب أن يكون هنا قوة مساوية ومعاكسة لهذا وهي موجب خمسة نيوتن أليس كذلك؟ إذا لم يكن هنا قوة فإن النابط سوف يبقى وإذا كانت القوة أكثر من خمسة نيوتن النابط سوف يعود في هذا الاتجاه إذن الحقيقة حيث نعلم عند وضع قوة مقدارها خمسة نيوتن إلى اليسار أو سالب قوة مقدارها خمسة نيوتن فإن النابط لن يتحرك ولا يوجد تسارع هذا يعني يجب أن يكون هنا قوة مساوية ومعاكسة لليمين وهذه القوة الإصلاحية طريقة أخرى للتفكير بهذا حسنا لن أتحدث عن هذا الآن إذن في هذه الحالة القوة الإصلاحية وقوة الإعادة هي خمسة نيوتن إذن يمكن الحل بالنسبة لهذا خمسة نيوتن تساوي عشرة ضرب كي نقسم كل أطرفين على عشرة ونحصل على كي تساوي نصف الآن يمكن استخدام هذه المعلومات لإيجاد الإزاحة الحاصلة عند وضع عند وضع قوة مقدارها سالب عشرة نيوتن عند دفع النابض بقوة عشرة نيوتن في اتجاه اليسار إذن أول شيء ما هي القوة الإصلاحية هنا؟ حسناً إذا كان الزنبرك لا يتسارع من جديد بأي اتجاه أو رأس النابض لا يتسارع في أي اتجاه نعلم أن القوة الإصلاحية أو قوة الإعادة يجب أن توازن هذه القوة التي تنضغط بها القوة التي يريد النابض أن يتمدد عائداً فيه إلى وضعه الأصلي هي عشرة نيوتن وموجب عشرة نيوتن ليس كذلك ونعلم أن ثابت النابض هو K لهذا النابض لهذه المادة أي أن كانت هي النصف إذن نعلم أن القوة الإصلاحية أو قوة الإعادة تساوي نصف ضرب نصف ضرب المسافة ضرب X والصيغة هي ناقص K ليس كذلك ومن ثم ما هي القوة الإصلاحية في هذا المثال؟ حسناً قلت عشرة نيوتن إذن نعلم أن عشرة نيوتن ستساوي ناقص نصف X إذن ما هي X؟ حسناً نضرب كل أطرفين في ناقص نصف نحصل على ناقص 20 آسفة نضرب كل أطرفين في ناقص 2 ونحصل على ناقص 20 تساوي X إذن هذه 20 سالب 20 إذن X تسير إلى اليسار بمقدار 20 وحدة إذن هذا كل ما يدل عليه وهذا القانون يسمى قانون هوك وسمي نسبة إلى فيزياء بريطاني في القرن السابع عشر ووجد مقدار الكوة اللازمة للحفاظ على الضغط النابض وهو متناسب مع كم تقوم بضغطه وهذا كل ما تقوله الصيغاء هنا وهذا الرقم السالب تذكر هذه الصيغاء تعطيك القوة الإصلاحية أو قوة الإعادة إذن تقول أن القوة دائماً في الاتجاه المعاكس لكمية الإزاحة لها إذن على سبيل المثال إذا قمت بإزاحة هذا النابض في هذا الاتجاه إذا وضعت قوة وإكس كانت موجبة وكنت تسير في هذا الاتجاه القوة انتظر آسفة هنا حيث يكون النابض إذا وضعت قوة واخدت النابض للخارج هنا هذا الرقم السالب يدول على أن النابض سوف ينسح بعائداً بواسطة القوة الإصلاحية للاتجاه المعاكس لنقوم بمسألة أخرى أعتقد أن هذا سيكون واضح لك لنفرض أن لدينا نابض وكل هذه المسائل هي نوع من التماشي إذن لنفرض وضعت قوة هي 2 نيوتن 2 نيوتن ما وضعته هو قوة مقدارها 2 نيوتن حسناً لنفرض أنها هنا لنفرض عندما مددت النابض لنقول هذا هو النابض ووضعت قوة مقدارها 2 نيوتن لليمين هنا النابض تمدد بمقدار 1 متر إذن النابض تمدد بمقدار 1 متر إذن أول شيء لنجد ما هي K إذن إذا تمدد النابض لمسافة 1 متر للخارج هنا القوة الإصلاحية له هي 2 نيوتن للخلف بهذا الشكل أليس كذلك إذن القوة الإصلاحية هي 2 نيوتن وسوف تساوي سالب K ضرب كم هي الإزاحة حسناً الإزاحة هي 1 متر إذن سوف نضرب هذا بواحد كلا الطرفين نضربه بناقص واحد وكي تساوي سالب 2 ونحصل على هذا إذن ومن ثم يمكن استخدام قانون هوك لندون المعادلة هذه المعادلة لإيجاد القوة الإصلاحية لهذا النابض الخاص واستكون ناقص 2x ومن ثم قلت حسناً كم القوة لدي الواجب وضعها حتى أن نصحب النابض 2 متر حسناً هي 2 ضرب 2 وهذا سيساوي 4 حسناً 4 نيوتن لإزاحته بمقدار 2 متر وبالطبع القوة الإصلاحية ستكون في الاتجاه المعاكس وهذا من أين نحصل على الرقم السالب حسناً لقد نفذ الوقت أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء